موسيقى اهلا بكم الى المسائية من الميادين وفي ملفيها لهذه الليلة موسيقى رسائل روسية الى الغرب تفوق العسكري والجهزية الدائمة استعداد قتلي لأسطول الشمال ومنورات ضخمة جنوب البلاد وشرقها داعش يواجه تصدعات داخلية توسع الخلافات بين قادته المحليين والأجانب وتواصل الضربات العسكرية مساء الخير ايمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة بلاده العسكرية اعلنه صراحة قبل شهر يومها اعتبر ان تفكير الدول في تحقيق تفوق عسكري على روسيا هو مجرد اوهم اليوم وتحقيقا لهذه المقولة امر بوتين بوضع اسطول الشمال الروسي وقوات الانزال الجوي في حالة التأهب والاستعداد القتالي القصوى قرار تزامن مع منورات عسكرية واسعة النتاق تجري في جنوب وشرق روسيا التلويح الروسي بالخيار العسكري في مواجهة الضغوط الغربية سيكون اذا محور ملفنا الاول في المسائية لهذه الليلة بينما نناقش في الملف الثاني التصدعات الداخلية التي يشهدها داعش نتيجة الخلافات بين الاجانب والمحليين او ما يعرف بالمهاجرين والانصار حول الامتيازات والرواتب وذلك تحت تأثير الضربات العسكرية التي يتلقاها التنظيم ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذين الملفين من المسائية نتوقف بداية مع موجز لأهم الأخبار أهلا بكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو كان تعهد بعدم سمح بإقامة دولة فلسطينية إذا احتفظ برئاسة الحكومة كذلك وعد نتنياهو ببناء المزيد من المستوطنات في القدس الشرقية إذا فاز في الانتخابات نتنياهو داعي للتصويت لمصلحة حزبه واعتبر الانتصار لكوديا سيضمن استمرار القيادة الوطنية وسيمنع إقامة حكومة ياسار أحالت محكمة جنيات القيرة أورقى 14 متهما من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ومحمود غزلان وصلاح سلطان على المفتي القرار يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا بغرفة عملياتي رابعة المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة خددت جلسة 11 من نيسان إبريل للنطقي بالحكم سيطرت قوات البشمرقة والحشد الشعبي على قضاء دقوق جنوب كاركوك الذي يربط بغداد بمدن شمال العراق كما تسعى القوات إلى تحرير قرية البشيرة تابعة لناحية تازة محافظة كاركوك نجم نجم الدين كريم أكد أن قوات البشمرقة والحشد الشعبي سيطرة على قرى تل الورد ونهروان غرب كاركوك فيما تحاول هذه القوات تحرير قضاء الحويجة وقاطع بشير من داعش بعدما تراجع بنحو كبير من تلك المناطق اتهمت قوات البشمرقة الكردية داعش باستخدام غاز لكلور ثلاث مرات مؤخرا ضدها في منطقة الموصل مسؤولون أكراد قالوا أن هجومين وقعا في غرب الموصل مطلع العام الحالي في حين وقع هجوم عليها في سنجار في ديسمبر كانون الأول الماضي مراسل الميادين أفاد بأن الهجمات وقعت عند مفرق الكسك بالموصل وفي منطقة حردان في سنجار في اليمن رحب المبعوث الأممي جمال بن عمر برفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد بحاح كذلك رحب حزب المؤتمر الشعبي العام برفع الإقامة الجبرية عن بحاح وعدها خطوة في الاتجاه الصحيح بحاح قال أن رفع الإقامة الجبرية كان نتيجة لجهود أنصار له والمبعوث الأممي والمكونات السياسية وأكد عدم نية حكومة تسير الأعمال ناتجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ختام الموجز والآن نعود إلى لانا شكرا لك رانا إذن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع أسطول الشمال الروسي وبعض تشكيلات الدائرة العسكرية الغربية وقوات الإنزال الجوي في حالة التأهب والاستعداد القتالي القصوى وعلن وزير الدفاع الروسي سرغيشويغو أن ذلك يأتي في إطار اختبار مفاجئ جديد لجهزية القوات الروسية هذا ويأتي الاختبار المفاجئ في الوقت الذي تجري في جنوب روسيا وشرقها منورات عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها وحدات المدفعية فيما تجري تدريبات لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي في كل أنحاء البلاد تقريبا بعد هذا الخبر لابد من السؤال ما هو الأسطول أسطول الشمال الروسي وما هي أبرز القطع البحرية التي يضمها أحمد عبد الله أهلا بكم إضافة إلى أسطول الشمال الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضعه في حالة تأهب قصوى يضم سلاح البحرية الروسي أساطيل عدة منها أسطول بحر قزوين أسطول البحر الأسود أسطول بحر البلطيق وأسطول المحيط الهادئ إضافة إلى قاعدتين أجنبيتين هما قاعدة سيفاستوبول البحرية في أوكرانيا وقاعدة طرطوس البحرية في سوريا يعد الأسطول الشمالي الروسي أحدث أسطول في القوات البحرية الروسية وتأسس في عام 1933 القاعدة الرئيسية للأسطول تقع في مرفأ مدينة سيفورومورسك العسكرية المغلقة كما يشمل قواعد أخرى مثل ميناء فيديايفو وميناء بوليارني وغيرهما الأسطول الضخم يضم أكثر من مئة قطعة بحرية متنوعة الأغراض وتشمل أكثر من أربعين بارجة وفرقات ومدمرة وسفينة إنزال وقوارب توربيد سريعة إضافة إلى هذه القطعة البحرية يضم الأسطول أيضا حوالي أربعين غواصة معظمها يعمل بالطاقة النووية إضافة إلى حوالي عشرين قطعة متعددة الأغراض مثل كاسحات الألغام البحرية وسفن التزويد بالوقود لا تقتصر قوة الأسطول الشمالي على هذه المعدات بل يضم كذلك حاملة الطائرات الروسية الوحيدة الأميرال كوزنتسوف وأحدث وأطخم بارجة روسية بوتروس الأعظم وكذلك أحدث غواصات نووية استراتيجية مثل يوري دولغوروكي وسانت بوترسبورغ قائد أسطول بحر الشمال الأميرال فلاديمير كوروليوف كان أكد سابقا أن هذا الأسطول سوف يمتلك أربعين سفينة جديدة وسفن لوجسية أخرى من بينها ست غواصات نووية وتقليدية بحلول عام 2020 وأكد أنه بحلول عام 2016 ستزيد كمية الأسلحة الجديدة بنسبة 50% بينما سترتفع إلى 85% في عام 2020 الرئيس الروسي الذي أشار إلى السنفار النووي أثناء أحداث القرم حاول طمأنة حلفائه لقوة روسيا لكنه يتعهد بعدم استقرار الغرب من دون استقرار متبادل قاسم عز الدين يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين فقد الأمل في تسوية في أوكرانيا تحفظ التوازنات الدولية السابقة على الانقلاب فسلطات كييف ماضية في الانسلاخ عن محيطها الجيوسياسي والغرب بشقيه الأمريكي والأوروبي ماض في خرق هذا المحيط في بحري البلطيق والأسود في هذا السياق يراجع لكراملين قناعته السابقة بشأن تبادل المصالح المتكافئة مع الغرب في التفاهم على شراكة التعددية القطبية بل ربما يشعر لكراملين أن تراجع القدرة الغربية الافتراضية كما تثبت الأزمات الدولية ولسيما الملف النووي الإيراني قد يتيح لروسيا الذهاب إلى أبعد ما كانت تصب إليه في قدراتها الحقيقية في هذا الشأن حذر مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي من حافة الخطر التي تقف عندها العلاقات الغربية الروسية على الأثر هدد بوتين بهاجس الحرب العالمية الثانية في أوروبا إذا فكرت في تسليح أوكرانيا أو سعت إلى إنشاء جيش أوروبي موحد بمعية الحلف الأطلسي في هذا الطريق يتجه أسطول الشمال وقوات الإنزال الروسية إلى منطقة القطب الشمالي لتوفير الأمن العسكري بحسب تعبير وزير الدفاع حيث خطوط الاشتباك الاقتصادي الأكثر حيوية مع الولايات المتحدة بموازاة ذلك تستعيد موسكو زمام المبادرة في مسعى بناء الاتحاد الأوراسي مع كازاخستان وبيلاروسيا متجاوزة الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتحاد الجمركي الأوراسي مقابل الشراكة المفتوحة مع أوروبا الرئيس الروسي الذي ينحو نحو تجاوز المراهنة السابقة على توافق المصالح الحيوية بين الغرب وأوراسيا قد يأخذ هذا الطريق إلى أبعد مدى ممكن في الرد على الخروقات الغربية في البدء كان قول بوتين أمام مؤتمر ميوننخ الذي يزعم حماية الأمن في العالم لم يعد بوسع أحد الاحتماء خلف القانون الدولي ونناقش هذا الموضوع حيث ينضم إلينا من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق باتشيسلاف ماتوزوف ومعنا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصفة عريقات أهلا بك سيد اللواء وأيضا سيد باتشيسلاف من العاصمة الروسية وسأبدأ معك لابد من السؤال عن السبب بداية الذي دفع الرئيس الروسي إلى اتخاذ هذا القرار سيد باتشيسلاف وهل فعلا فقد الأمل بأن يكون هناك تسوية فعلا تحفظ التوازنات في أوكرانيا؟ بدون شاء كان أحداث في أوكرانيا تؤثر على كل نشاط والحياة في روسيا وخصوصا الحياة في مجال العسكري والمنورات التي ينزمونها الآن في محيط الشمالي هذا دليل واضح أن عبر محيط الشمالي هناك أقرب طريقة نحو الأمريكا وغواصات النووية تقدر أن تفتح الثلوج والجليد في قطب الشمالي ويخرج من تحت الماء إلى السطح بدون أي مشاكل هذا هو سبب أنه أنا كنت أحب أن ألاحظ أن سيفاستوبل اليوم ليست قاعدة بحرية روسية في خارج حدود الروسية منذ سنة سيفاستوبل أصبح مدينة المجد الروسية ومع قرم هذا ملاحظة صغيرة بنسبة لمناورات الأسكرية هذا لا شك أن هذا إشارة إلى أمريكا ورع أوروبا هناك موقف الأمريكي أنا أريد أن أفهم الموقف الأمريكي ما الذي يفهمه الآن الرئيس فلاديمير بوتين لكي يستنفر كل هذا الأسطول ما هي الإشارة في العلاقة بين الطرفين التي استدعت إلى أن يكون هذا الإجراء هذا التصعيد في العلاقة بين الطرفين ماذا يقول له الأمريكيون هل هناك أيضا تصعيد أمريكي يستشفه ويتخوف منه الرئيس بوتين لا شك أن أمريكا لم تقف في وقف الإطلاق النهار في وقت المؤامرات في وقت التحدي الاقتصادي والديبلوماسي ضد الروسيا بالعكس هي تصاعد الحملة ضد الروسيا وهذا واضح تماما عندما أعلنوا أنه لا يمكن عودة إلى علاقات طبيعية مع روسيا حتى قرم سيبقى في حدود الروسية وهذا مشكلة من وجهة النظر الروسية بلا أي جدال قرم الروسي نهائيا ولا أحد يستطيع أن يغير هذا الوضع هذا أولا شيء تاني أنه روسيا مسممة الروسيا متركزة على أن يتطور اقتصاديا صناعيا زراعيا اعتمادا على قدرة الزاتية اعتمادا على علاقاتها مع العالم العربي مع الصين الشعبية مع دول أسيوية ولذلك ليست الآن روسيا في حالة العزل ليست روسيا اليوم قطعت علاقات مع الأمريكا ولكنها لم تكن أهمية كبيرة إلا أهمية سياسية فقط أوروبا غير الشيء 440 مليار دولار تداول السنوي ولكن تخسر ليست روسيا فحسب تخسر أوروبا أكثر يمكن حتى مرور روسيا روسيا تملك ثروات المعدنية ضخمة روسيا بلد غني روسيا تملك كل شيء الضروري لتطوير الصناع وزراع فيها بالحديث عن ما تملكه روسيا شاهدنا قبل قليل ماذا يضم الأسطول البحري الروسي ماذا يعني استنفار الأسطول البحري سيدة لواء نريد أن نفهم منك عسكريا ما تأثير هذا الأمر ومدى قوة هذا الأسطول بالمقارنة مع الأسطول الأمريكي مثلا أو الأساطيل الأوروبية مساء الخير أبن الأخت لنا ومن خلالك أتقدم بالشكر الجزيل لقناة الميادين التي دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية والتي تسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال أهلا بك سيدة لواء اليوم من هنا من الستوديو وليس من هنا الله أحييك أتفضل يعني أنا بتقديري يعني حسب ما جاء في تقريركم القوة الروسية لا يستهم فيها والولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك وبدليل أن هذا الاستنفار ليس حديثا هناك استنفارات سابقة هناك في العام 1956 أثناء العدوان الثلاثي كان هناك استنفار نووي وكان هناك تهديد نووي لا فرنسا ولا بريطانيا وأيضا بالعام 1962 نذكر في يعني الخنزير خليج الخنزير وأزمة كوبا الوضع نفسه أزمة كوبا كانت أصعب وكان هناك صواريخ صواريخ أمريكية في تركيا وصواريخ روسية في كوبا ومع كل هذا تم هناك توازن ردع في العام 1973 حينما هددت إسرائيل باستخدام نووي أيضا الاتحاد السوفيتي أندروبوف في البداية ومن ثم بريجينيف في حرب الثلاثة وسبعين والآن هناك صواريخ روسية يعني عندما يقول الحلف الأطلسي أنه سوري روسيا عفوا نشرت صواريخ أرجو متطورة جدا في القرن بعضها يغطي مداهل البحر الأسود بالكامل ماذا يعني هذا؟ منظومة باستيون هاي اللي مداها 300 كيلومتر وتحمل رأس نووي ومتفجر 200 كيلوغرام هذه طبعا من المنظومات المتطورة التي يصعب الرادار السيطرة عليها وتستطيع أن تصيب أهدافها بدقة متناهية فبالتالي يعني لماذا جاء لماذا جاء يعني الاستنفار في أولا تحدثنا عن الاستنفارات في دول غير الاتحاد السوفيتي وغير روسيا الآن في قلب روسيا الآن الدفاع هناك تحدي استراتيجي يعني الاستهداف يعني روسيا مستهدفة بشكل استراتيجي فكان الرد هو يعني التهديد النووي الاستراتيجي وخاصة تعلمين أن هناك في أوكرانيا أوكرانيا يعني روسيا بدون أوكرانيا تعتبر بلد صغيرة ولكن روسيا مع أوكرانيا تعتبر إمبراطورية هناك أهداف يعني جوية سياسية أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يدركان جيدا ولا يريدان لروسيا أن تستعيد هيبتها ونفوذها في المنطقة يعني عندما يقول الرئيس فلاديمير بوتين أنه كان على استعداد أن يستخدم السلاح النووي لمنع الغرب من التدخل في أوكرانيا كان على يعني كان يقصد كلامه نعم لأنه هناك 20 ألف جندي بحسب اتفاقيات بين موسكو وبين أوكرانيا هناك 20 ألف وأرسل أيضا قوات وحدات خاصة إضافية لحقن الدماء وليس للاعتداء لأن الاعتداء هو على أوكرانيا والاعتداء على روسيا فبالتالي هو رد على الاعتداء وطبعا هو قال هناك روس أيضا نريد أن نحميهم هناك إمكانية لتدخل الغرب يعني حينما يتحدث بوتين ويقول لم نكن نعلم أن هناك نية حقيقية للتدخل أو لا بمعنى أن هناك كان توجه أن يتدخل الغرب فلو تدخل الغرب هذا يعني أن حرب عالمية ستقى سيد فاتشسلاف أريد أن أفهم منك شيئا لا يمكن فصل الملفات كلها خصوصا أن لروسيا علاقة وثيقة بها الملف النووي الإيراني الملف السوري وملفات أخرى منها طبعا الملف الأوكراني وهو الأساس ولكن في الملف السوري شهدنا تصريح واستمعنا إليه لوزير الخارجية الأمريكية يتحدث عن تسوية مع الرئيس برشار الأسد في الملف النووي الإيراني هناك بوادر أمل بأن يكون هناك حلحلة وكان الاجتماع اليوم في لوزان بين الطرفين في المقابل أمريكا تتحدث عن تسوية في ملفاتهم روسيا في الملف الأوكراني ماذا يحدث؟ وعلى أي ملفات الروس والأمريكيين فعلا هناك اشتباك حقيقي قد يؤدي إلى تفزر العلاقة وحرب طبعا سياسة الأمريكية في الشرق الأوسط مرتبطة مع سياسة الأمريكية في أوروبا الشرقية مع الأوكرانيا لأنه عندما استدمت الأمريكا مع سمود الجيش السوري وعندما فيتو الروسي منعت أمريكا التدخل العسكري مباشر إلى سوريا هم استعجلوا في تنزيم المعامرة تنزيم الإنقلاب العسكري في كييف لإسقاط النظام الشرعي منتخب وجابوا على سلطة العذاب وقتل المتطرفة الفاشية ونزية من أوكرانيا الغربية ولذلك اليوم نحن نشاهد أن استدمت أمريكا حتى في أوكرانيا مع الموقف روسي وفي سوريا وكذلك تتغير أجواء في العالم العربي أنا أذكركم أن تغيرات التي نحن كنا نلاحظ في مصر مثلا أكبر الدولة العربية القوة المتطرفة إرهابية استدمت مع جيش مصري واليوم سياسة أبد الفتاح سيسي إشارة واضحة لأمريكا أنها لا تخضع أوامر أمريكية كذلك هذا يجب أن يفرض على أمريكا التغيير مواقفها تجاه السوريا هذا ليس اللطف هذا ليس التراجع الاستراتيجي هذا تراجع التكتيكي لحتى يوجد الظروف الملائمة أكثر لمطابعة تلك السياسة بالنسبة لأوكرانيا واضح تماما أن الروسيا سامدة والاحتفالات الآن ذكرى صنوية لاندمام قرن مجددا إلى روسيا وكان مقابلة تليزيونية مع بوتين صرح بكل صراحة أنه هو أعطى الأمر ليدخل الجيش ويساعدوا الأهل قرن للتصويت هو لا يلجع من أسئلة السابقة قال أينام نحن هنا مع جيشنا وزرع باستيون ألعب ذكر سيد الليواء وأنا أذكركم على باستيون وكل الصواريح من هذا النوع موجودة في سوريا منذ أربع سنوات وهذا هو أمر الواقع روسيا لم تتراجع ضغطات ضخمة يلجع إلى صليب التخريبية في داخل روسيا يحاول أن ينزموا ويشجعوا رؤوس الأموال كبرى على ذلك ارتباطات من بنوك الأمريكية وبريطانية يحاول أن يحركوا هذا اللولب لتحريق وتفتح الجبع الداخلية في روسيا فاشلوا فاشلوا في هذا الأمر والآن لا شك أن سمعة بوتين في روسيا أعلى المستوى كما كانت في تاريخ أي حدى ممكن من أيام حرب الألمية الثانية سيد فاتشيسلاف في موضوع أوكرانيا وزير خارجية النمساوية يقول أن اتفاق مينسك لإنهاء القتال في شرق أوكرانيا هو أكبر فرصة للحل ومن غير الصحيح أن يقول قادة الأوروبيين أنه فشل ما هو مصير هذا الاتفاق الذي لم يمضي الكثير على الاتفاق عليه وتوقيعه الصراع السياسي تستمير لأن الاتفاقية مينسك اثنين موجودة ولكن هناك الشيطان في تفاصيل وهناك الآن انتحابات هل تعديلات دستورية لسلطة لالتزامات لسلطة في كييف أن يجروا تعديلات في الدستور حتى يُعطي الصلاحيات أوسع لمنطقة دونسك ولوغانسك روسيا تعتبر أن هذه المناطق لازم يكونوا في حدود أوكرانيا والمشاركة دونسك ولوغانسك في حياة سياسية في داخل أوكرانيا في برلمان في السلطة في الحكومة وعلى هذا الأساس ممكن نحن نقول أن كل ما نحن الآن نشاهد على الصحة أوكرينية أمريكا في المعزق معزق لأن لا يوجد لديه أفق هم كانوا يعتبرون أن يضغطوا اقتصاديا روسيا تتراجع ينزموا انقلابات في داخل روسيا مزحرات وغيرها أصليب واضحة مثل ما كانت في صاحة تحرير في مصر في الكاهرة كل شيء كانت مضبر من قبل المنظمات الأمريكية والصفار الأمريكية في الكاهرة واليوم هم استدموا مع الواقع الروسي وهم من هذا روسيا فهم تصليب الأمريكية لأن اللوبية الأمريكية في روسيا كانت قوي وكان يشوى السياسة الأمريكية يقول أن هذا كل ما يجري على صاحة العربية هذا تمرد على الشعوب العربية ضد الحكام وغيرها اليوم واضح تماما أن هذا ليس الشعوب التي تتمرد أما هذا منفت أن روسيا تخشى من نفس الأمر الذي حصل في العالم العربي هذا ما أفهمه من حديثك سأنتقل إليك سياتلو سأنتقل إلى سياتلو لا شك أن الأسطول الروسي قوي حيثما هو متوجد في أكثر من نقطة ولكن الغرب لديه أيضا أوراق قوة سياتلو ما هي هذه الأوراق التي يلعبها خصوصا مع انتشار كثير من القواعد العسكرية له على الحدود مع روسيا قريبة منها من ناحية القوة العسكرية أعتقد أنه روسيا أقوى بشكل مطلق من كل الدول الأوروبية طبعا باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ما يقوي روسيا أنها تقاتل على أرضها وإذا ما تم الاعتداء عليها سيكون هناك مجال للتفوق والانتصار هذا من جانب من جانب آخر أنا أعتقد أن التجربة التجربة الروسية في الحرب العالمية الثانية وكان هناك أداء مميز وخاصة حينما كان هناك تعالف أثبت الجيش الروسي قدرته وتفوقه وخاصة أن الشعب الروسي أيضا الذي عانى خلال الحرب العالمية الثانية كان يشكل حاضنة قوية للجيش دائما وأبدا الجيوش حينما تقاتل تحتاج إلى حواضن هذه الحاضنة الروسية موجودة أكثر منها موجودة في أوروبا إضافة إلى السلاح روسيا تملك من الأسلحة الأساطيل التي ذكرت في تقاريركم إضافة إلى الصواريخ التي لم يعلم حتى الآن ما هي مواصفاتها وما هي ميزاتها وخاصة هذه المنظومة الأخيرة التي هي باستيون وعمادها الياخنت هذه أسلحة مدمرة وقادرة على الوصول إلى أهدافها بدقة متناهية وبسرعة متناهية ولكن أعود وأقول أن الأزمة الموجودة ليست فقط أزمة عسكرية ولكن أزمة سياسية ثقافية اقتصادية فبالتالي هي أزمة شاملة ولكن سيد لواء نشر الصواريخ على الحدود مع روسيا ومنظومات الدرع الصاروخية والأخير كلها لا تؤثر بروسيا بصوى العسكري أنا أتحدث روسيا أخذت بخارطة التوزيع الأمريكي سواء كان في تركيا أو في تشيكيا أو في بولندا ووضعت الصواريخ المضادة لها في مناطق تستطيع أن تصل إلى هذه الصواريخ بالحد الأدنى من الوقت فبالتالي أنا بتقديري الولايات المتحدة الأمريكية تحسب لهذا حساب جيد لأنه في توازن في ميزان القوى ميزان القوى كان مختلا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية حينما نشرت الدرع الصاروخي دون أن يكون هناك مقابل من روسيا ولكن روسيا الآن بعد صناعتها لهذه الصواريخ استطاعت أن تقابل تقابل يعني بطريقة ندية نعم هناك ندية بل أقول ربما يكون هناك تفوق للسلاح الروسي على السلاح الأمريكي والأوروبي فيما يتعلق بالدرع الصاروخية في المنطقة لأنه إذا ما كانت الهدف موسكو والمنطقة المحيطة فيها أنا أعتقد أنه روسيا قادرة على ردع العدوان وخاصة أن هناك تقارير لذا الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن هذا هذا الخلل في الميزان المنطقة المتحدة تعترف بالأمر يعني يعني بعض منها باستخباراتها يعني أكيد بعض مراكز الأبحاث تتحدث عن هذا الموضوع سيد فتشسلاف بالحديث عن الشق السياسي أيضا لابد من التوقف عند موقف أو رأي الأوروبيين كان هناك تصريحات كثيرة أوروبية في هذين اليومين سأذكر منها تصريح لوزيرة خارجية لاتحاد الأوروبي تقول أن الاتحاد الأوروبي يعمر مجددا عن قلقه العميق إزاء الانتشار المسلح المتزايد بالإضافة لتدهور وغضع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم ويدين الضم غير الشرع لشبه جزيرة القرم من جديد من قبل روسيا وأعربت عن قلق الاتحاد الأوروبي طبعا من القيود على حرية تعبير واتهاد أشخاص من الأقليات كيف يفهم روسيا هذا الموقف الأوروبي على المستوى السياسي هذه الأقويل والتباسات التي مصدرها ليشت أوروبا على أمريكا وراء كل المصادر الأوروبية لا تؤثر على روسيا على الاتلاك روسيا لا تصدق في أي اهتمام أمريكي لحقوق الإنسان عندما كانت تستشهد في سوريا أكثر من 200 ألف نتيجة مواقف الأمريكية عندما استشهدوا في أوكرانيا حوالي 6 ألاف كل هذا النتائج السياسة الأمريكية وبعد هذه التضحيات هم يتكلمون عن حق حقوق الإنسان عن الديمقراطية بعد إسقاط السلطة الشرعية في كيف كيف ممكن والآن أمريكا فقدت الحق الشرعية في عرض مشكلة حقوق الإنسان أمام أي دولة بما فيها الدولة الروسية لذلك هذا لا تؤثر كل هذا الأقويل من قبل الأوروبيين أو الأمريكان حول أوضاع في قرم قرم شعبا والقيادة مع الروسيا لأن هناك الروس لا يحب أن يتكلموا باللغات الأجنبية ولا تؤثر عليهم أي حسار ليس هناك اتهاد لأشخاص من الأقليات في داخل جزيرة القرم أبدا وإتلاكا وهناك حريات لأقليات أكثر من ما كانت في أوكرانيا أثناء وجودها هناك كان كمع كمع لكل الأقليات وحتى أغلبيات بشعب الروسي اليوم هناك أجواء مرتاحة سياسيا قرم على قيمة الفرح لماذا من خلال حديثك تبرئون الجانب الأوروبي تقول دائما أن المشكلة أمريكية وكأن الأوروبيين يفعلون ما يقول لهم الأمريكيين هذا ما تريد أن تقوله بالضبط هذا موقف ليس أوروبي أوروبا تعاني من الضغوطات الأمريكية والمضطرة أن ينافذ الأوامر واشنغتون ولهذا السببب نحن نفهم جيدا أن هناك موقف اليوم كان زيارة لرئيس وزراء الإيطالي والرئيس واليوناني والكبرسي والإسباني كله يعطوا إلى موسكو وهناك مسلحة لوضع كل المشاكل على بساطة البعض ويفتحوا المجال الاقتصادي هناك سؤال سيد فتحسا ليس هناك في أوروبا موقف واحد هناك موقف الدول موالية لأمريكا فقط إذا ما استخدمت أمريكا نتحدث في الفرضية إذا ما استخدمت أمريكا أرض أوروبية موالية لها لإعتداء معين على روسيا هل سترد روسيا على أرض أوروبية يعني ترد على دولة أوروبية أم ترد مباشرة على أمريكا نتمنى أن لا يستعمل الروسيا كل إمكانياتها الأسكرية وحتى أسطول الأمريكي الذي موجود حاليا في بحر الأسود عندما كانت يقترب إلى قرم أثناء الأحداث منذ السنة كما قال بوتين أولا بارح بتليف الروسي هو قال أن كان الصفة الأمريكية تتواجه إلى القرم ونحن وضعنا باستيون على شاة القرم وفتحناها أمام قام أستينا على أمريكي حتى يشاهدوا إذا يقتربوا يدمروا ورجعت سفن الأمريكية إلى الوراء وكانت يتراجعوا ليست على طريقة واحدة بس يغيرون الطريقة بشكل واضح تماما أنه ما يحبوا وإذا شيئا تتعرض أوروبا إلى ضرب الروسي نتيجة تنفيذ الأوامر أمريكية هذا أمر ودو قادة الأوروبا لأن عليهم أحسن إذا لا يتورطوا بألعاب جيوسياسية أمريكية لمسلحة أمريكا هذا ليست اليوم نحن نشاهد دولار ويورو تقريبا على نفس المستوى أوروبا تخسر سيد فاتشيس لم يتبقى لدينا كثير من الوقت في الواقع سؤال أخير لك سيد سيد لواء أريد منك جواب سريع لو سمحت هل ترى مواجهة عسكرية أم أن الإدارة الأمريكية هذه الإدارة لا يمكن أن تقيم مواجهات عسكرية في الوقت الحالي الجواب يأتي من خلال قوة الردع وتوازن الردع حينما يكون هناك توازن الردع أنا أعتقد هو في حد ذاته رادع عن استخدام القوة لكل الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية حينما رضخت في كوبا عام 1962 لأنه كان هناك في توازن الردع شعرت بأن هناك إمكانية لردعها الآن الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل الإمكانية ورغم الدرع الصاروخي الذي نشرته في أوروبا وفي الدول التي كانت خاضعة على اتحاد السوفيتي سابقا مع كل هذا تشعر أن روسيا قادرة على ردعها فبالتالي هذا الردع يساهم في منع أي اعتداء على روسيا مستقبلا ولكن يبقى باب الاحتمالات مفتوح نعم شكرا لك سيد وصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي وأيضا أشكرك سيد فاتشسلاف ما تعزف ديبلوماسي السابق كنت معنا من العاصمة الروسية من جديد أهلا بكم إلى المسائية بداية تفكك داخلي يعيشه عفوا تنظيم داعش والأسباب خلافات بين المقاتلين المحليين والأجانب أو ما يعرف بالمهاجرين والأنصار وصلت إلى حد التصفيات إضافة إلى التأثير الكبير للضربات العسكرية التي يتلقاها التنظيم زهراء الديراني داعش يتصدع داخليا الصورة التي يرسمها التنظيم لنفسه بالهيمنة والقوة والوعود التي يقطعها بالتمدد وتثبيت أركان دولته لا تعكس حقيقة ما يعيشه التنظيم في الواقع من خلافات داخلية تطرح تساؤلات عن إمكانية انفراط عقده من الداخل أرسى التنظيم قواعده في سوريا والعراق لكن الخلافات الداخلية والسياسية التي اخترقته تسببت في الأونات الأخيرة بعمليات إعدام وصراعات مسلحة بين قادته الميدانيين ووصل الأمر في بعض المناطق إلى محاولة بعض مقاتله في سوريا والعراق الفرار إما بسبب الخلافات الداخلية أو ضغط العمليات العسكرية إشارات متزايدة على الانقسام بين المقاتلين الأجانب والمحليين في داعش بسبب استياء المحليين من المعاملة التفضيلية التي يحظى بها الأجانب ولسيما في الرواتب وإبقائهم في مدن آمنة نسبيا من الضربات الجوية بينما يطلب من المقاتلين السوريين العمل في المواقع الأكثر عرضة للهجمات أما في العراق فتأكد المعلومات وجود خلافات حادة في صفوف داعش بين من يسمونهم بالأنصار والمهاجرين أي بين العراقيين والأجانب وسط حالة انهيار سريعة في الخطوط الدفاعية مع انقطاع التواصل بين القيادات والمقاتلين التنظيم اعترف قبل شهرين بمحاولة انقلابية وقف خلفها قادة من داعش نفسه حيث نشر شريطا مصورا يظهر اعتقال خلية كانت تخطط الانقلاب داخلي في مناطق سيطرته هذا الاعتراف والكشف عن محاولة الانقلاب جاء بعد يومين فقط من اعدام داعش لمئة من مقاتليه الأجانب الذين حاولوا الفرار من مدينة الرقة صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت قبل أيام تقريرا عن تأكل داعش داخليا مؤكدة وجود خلافات وغضب بين مقاتليه بسبب الهزائم الأخيرة التي مني بها التنظيم والتي تقود قوته وصورته التي يصدرها بأنه التنظيم الذي لا يقهر بدأ تنظيم داعش التسلل إلى المنطقة الجنوبية في سوريا بالاعتماد على بيعات من الفصائل الصغيرة في انتظار مبايعة الفصائل الكبيرة مراقبون يقولون أن دخول داعش إلى المنطقة الجنوبية سيخلط الأوراق في المنطقة وسيشعل مواجهة جديدة مع النصرة ديما نصيف أعلام داعش السوداء أنشيدها في الخلفية نفسها لمقاتلي أنصار الشريعة في درعا وهم يقبلون على مبايعة حركة المثنة الدكور نفسه والخطاب الجهادي هو نفسه ونعلن انضمامنا لحركة المثنة الإسلامية داعش التي لم تستطع اختراق ساحة المجموعات المسلحة في درعا والقنيترة تتسلل إليهما من خلال حركة المثنة الإسلامية المثنة الإسلامية لم تبايع البغداد بالكامل أقوى المجموعات الجهادية في درعا منحت داعش نصف بيعة اعترفت بوجوب بيعة داعش إذا ما سيطرت على أجزاء من درعا والقنيترة حتى الآن طرحوا هذه الفكرة أنه هي نوع من التهديد إذا لم نأخذ دورنا وحصتنا في الغنائم وفي المناطق وفي التوزع على الأرض على الطبيعة فنحن إذن سوف نلتحق بداعش نعلن عن اجتماع كلمة الكتائب الجهادية في حورانا والقنيترة الألوية التي سيعدها إعلان جيش الجهاد هي جند الإسلام وأبو بصير والبنيان المرصوص وهي قليلة الأثر في الميدان ولكن تجميع صغار الألوية هو تكتيك داعش للتسلل إلى درعة يليه إشهار بيعات الكبار كحركة المثنى عندما يحين الوقت لمحاولة استضار أكبر قدر من البيعات لهذه المجموعات المسلحة المنتشرة في أكثر من المنطقة تمهيدا قد يكون ذلك تمهيدا لإعلان المنطقة برمتها تحت سيطر داعش التخفي خلف الألويات الصغيرة تكتيكا بعد أن أخفقت داعش في دخول درعة والجولان عبر مجموعات كبيرة كاليواء شهداء اليرموك رغم سرية البيعة بين قائده أبو علي البريدي والبغدادي النصرى طاردته في مقره سحم الجولان وأجبرته على الانكفاء نصف بيعة اختارت المثنى وداعش كي لا يستنفر تحالفهم معاد يمتد من الاستخبارات الأردنية والألوية التي تدعمها عبر غرفة عمليات عمان إلى جبهة النصرى التي تطارد داعش في الجنوب والعشائر التي واجهت وصولها بعد المذبحة التي ارتكبتها داعش بحق عشائر دير الزور نصف البيعة التي قدمتها المثنى الإسلامية قد تمنح داعش الوقت لتتبيت وجوده على الجبهة الجنوبية في منطقة تقتض بالفصائل الجهادية المنافسة والحصول على معقل إضافي إذا ما داقت به الأرض في الشرق السوري أو إذا ما اضطر إلى الخروج من الموصل ديماناسيف ديمان وعن داعش هذا التنظيم ومستقبلي هنا تحدث الآن حيث ينضم أننا هنا في الستوديو أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت دكتور أحمد مصلي أهلا بك دكتور مصلي هل بدأت تفكك تنظيم داعش من الداخل لا شك أنه واضح أنه ذلك التنظيم القوي جدا المؤلف من عدة تشكيلات وجماعات وتنظيمات في داخله ووصل بشكل ما إلى حائد مسدود مع التنظيمات الأخرى وواضح أيضا أنه الآن في مرحلة استضام كبرى بالعراق وبالسوريا وفي جماعات تخرج منه تنفصل عنه نحن لازم ما ننسى أنه داعش في الأساس جاءت من رحم القاعدة وهي ستنفصل وتتفكفك وستعود إلى القاعدة في ضغط كبير جدا ستعود إلى القاعدة طبعا إذا خسرت مواقعها في العراق فأن جبهة النصرة هي من سيكون له القول الفصل 65% من قوات داعش هي في الأساس أتوا من جبهة النصرة لذلك قوات داعش العراقية أم في سوريا نعم قوة داعش هو تعرف لما بالأساس كان في داعش وإجاء منها جبهة النصرة لكن جبهة النصرة انفصل عنها في مرحلة اللي أعلن فيها أبو البغدادي توحيد التنظيمين انفصل عن جبهة النصرة ما يوازي 65% من قوات داعش اليوم لذلك التنظيمين يعني متماهين مع بعضهم متداخلين مع بعضهم مع أنه في سراع ما بين القاضي والقيادات وفي كمان سراع ما بين الممولين والمتمولين وفي سراع أيضا على كيفية التعامل مع المجتمعات الذين يدخلون إليها كيف يعني سراع بين الممولين سراع بين الدول التي تحرك أي طبعاً يعني اليوم في دول بالخليج وخارج الخليج تمول داعش في دول أخرى تمول النصرة فالتمويل لا يأتي الآن من نفس المصادق الآن مثلاً المملكة العربية السعودية أعلنت الحرب على داعش لكن ما زلت تدعم طيارات جهادية أخرى الكويت نفس الشيء قطر كمان لذلك هؤلاء يعني من أن نشوف أن نحن مش بس بدورنا الداخلي ولكن في تحالفات الإقليمية من تركيا لأفغانستان لباكستان لدول الخليج لسوريا والعراق ولبنان كل هذه الأمور تؤثر على تركيبة الجماعتين وتؤثر على الجماعات الموجودة في داخلها بالعودة إلى الجماعات الموجودة داخلها نعم لأي مدى سيبلغ الصراع بين المقاتلين الأجانب والمقاتلين المحليين يعني ما هو سر هذه الحساسية بين الطرفين فقط مسألة معاشاءات يعني ده لا مش معاشاءات بالعكس القضية الأساسية المحورية هي أن جبهة النصرة تحاول الآن أن تصوق نفسها على أنها الحركة الإسلامية المعتدلة التي يمكنها أن تضرب النظام الرئيس بشار الأسد وأن مشروع السياسي هو محدود فقط في الداخل السوري وهي قلب النظام والقبول بالدولة كما هي موجودة اليوم بينما داعش لا ترضى بمفهوم سايس بيكو يعني الدول مقامات وهي متلاحظة عامل دولة إسلامية تخترق الحدود حتى الآن فقط ما بين سوريا والعراق فهي لا تعترف بالكينونات القائمة السياسية وهي عابرة للدول اليوم غالبية المقاتلين الأجانب يعني غير العرب هم مع داعش وليسوا مع جبهة النصرة ليه لأن اليوم جبهة النصرة مثل ما قلنا قدر هناك يعني الأرجح أن تخرج جبهة النصرة عن القاعدة الأم وأن تعتبر وتعلن أنها ليست من القاعدة على أساس سيعاد تمويلها من تركيا وقطر ودور أخرى وتحارب النظام يعني الآن نحن على مفترق طرق داخل التيارات الجهادية فيما بينها على المشروع السياسي على القاعدة اللي يمكن التعامل معهم وزائن على المشروع الإقليمي عموما وخاصة إذا تم نجاح الملف النووي بين الخمس زائد واحد وخاصة أمريكا وإيران بدنا نشوف تداعيات لهذا العمل تداعيات كبرى جدا على الساحة اللبنانية والسورية والعراقية هذه الرؤية الاستراتيجية دكتور مصلي ولكن إذا أردنا نتحدث عن داخل النصرة النصرة أيضا فيها عوامل تفكك داخلية يعني فيه خلال من القاعدة من القاعدة الأم فيه ضغط هائل جدا على جبهة النصرة إذا أنتوا هتبقوا جزء من القاعدة الأم ستوحاربون مثل داعش لذلك هناك فيه ضغط فيه قبول يعني غالبية الجمع القيادة في جبهة النصرة وافقت على أن تكون هي المعارضة المعتدلة وأن تفك ارتباطه يعني هو ارتباطه اليوم شكلي مع أي من الظواهر والقاعدة في أفغانستان هذا العمل سيؤدي إلى انفصال جزء منه والذهاب إلى داعش وما يبقى أو من يبقى سيحاولون أن يطرحوا مشروع سوري مع الجيش الحور مع الجيش الإسلامي مع القوى الأخرى الموجودة داعش ما موقع البغداد الآن يعني في ذلك حديث عن أن ربما يعني يعني مصاب هو ليس الرجل القوي ربما في داعش يعني كل ما يحكى عنه إلى أي مدى هذا الرجل مزال ممسك فعلا بزمام تنظيمه خصوصا مع الضربات التي تتلقاها داعش في العراق يعني من قبل جيش العراق صحيح اليوم يعني الإيديولوجيين الأساسيين للمشروع الجياد العام في المنطقة كل ندود ما يقوم به أبو بكر البغدادي على أساس أن مشروع الخلافة ليس هو الوقت الرائل هناك بداية حراق ضمن يعني ضمن داعش وتفكك ما بين القيادات وفي أعدامات يعني كل فترة في مجموعة تعدم من داخل الحركة نفسها على أساس أنها حركة إما انفصالية أو خرجت على بيعة الخليفة أبو بكر البغدادي لذلك أنا رأيي في المرحلة القادمة مع الخصارات التي يمنى بها تنظيم الدولة فأنها إلى مزيد من التفكك وإلى مزيد من الانهيار الآن اليوم مثل ما ذكرت أنه هي تحاول التمدد في أماكن مختلفة بالجنوب السورية أماكن لم يكن لها يعني دور السبب في ذلك ربما خصارتها لجزء كبير من المناطق في العراق لكن هذه الأمور يعني ما زالت في بداياتها وليست في نهاياتها يعني ينتظر مشوار طويل أو وقت طويل يعني لكي نستطيع أن نتحدث عن فعلا انهزام لداعش أو تقهقر لداعش حقيقي ودراماتيكي صحيح اليوم داعش حركة قوية جدا جدا ستعزم هنا وهناك لكن مسحة كقوة موجودة تتطلب قوة عسكرية ضخمة هائلة العالم الغربي ودول الخليج وغيرما الدول رافضة لأن يكون لها وجود على الأرض تريب أن تحارب داعش بالطيرات هذا لن ينجح قد يؤدي إلى إضعاف القوى الموجودة على الأرض هي قوى تمتد من إيران للعراق للسورية يعني النظام والنظام وإيران وحزب الله وقوى متحالفة معها وهي من يقوم هذه القوى تقبل أن تنزل أمريكا على الأرض لا لا تقبل لكن أنا عم بقول في المرحلة ليس هي من ترفض يعني بالعكس يا نبو ما تتمنى أنا معقول هي من ترفض ولكن هي الولايات المتحدة أصلا الرئيس أوباما واضع جدا أنه لن يدخل جنود يحاربون على الأرض هو دوره مساعد وبالطيرات وكذلك الدول الأخرى لا فرنسا ولا إنجلترا ولا دول خليل شكرا دكتور أحمد مصلي أستاذ دراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت على أن دماميك لنا هنا في الستجيو إلى لبنان حيث اهتزى الحوار بين حزب الله والتيار المستقبل بعد التصريحات الأخيرة لرئيس التيار سعد الحريري حول ما سماه التطرف الإيراني في المنطقة والإمبراطورية الفارسية بدوره رد الحزب على الحريري دعيا إلى التزام شروط الحوار أو ليذهب كل منه في سبيله عبا السبخ حوار حزب الله وتيار المستقبل يهتز ولا ينقطع حبل التواصل بين الفريقين المتخاصمين والمختلفين على الكثير من القضايا الداخلية والخارجية الأسبوع الفائد شهد انتقادات عنيفة لرئيس المستقبل سعد الحريري لتهران وما سماها أمبراطورية قاصم سليماني تصعيد بدأ في ذكر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وارتفعت نبرته مع الاعلان عن تأسيس المجلس الوطني لقوى الرابع عشر من أذار تيار المستقبل يعز التصعيد إلى المواقف الإيرانية الأخيرة قضايا اللي ربط النزاع فيها واللي حيضت عن الحوار هي قضايا خلافية كبرى وبالتالي الكلام بهذه القضايا هذا حق لألنا مثل ما حق لأترف الآخر أن نتكلم بهذه القضايا ونحن وذهبنا للحوار تحت عنوين محددة للحوار وليس للاستسلام نحن زهبنا للحوار لتخفيف الاحتقان ولخلق مساحة مشتركة لانتخاب رئيس جمهورية وليس للاستسلام لمشيئة حزب الله إن كان في موضوع السلاح أو التدخل في سوريا حزب الله على لسان النائب حمد رعد استغرب أن يدخل الحزب في حوار وتبقى السنة السوء تتطاول على المقاومة ومشروعها أما رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفيددين فدعا إلى التسليم بأن المعادلات الداخلية أقوى من أن يهزها ضجيج الخطر الذي صنعوه لتدمير سوريا ولبنان على لبنان أنه تحياد لأسباب خاصة صنعوه من أجل صنعوا هذا الخطر لتدمير كل منطقتنا مشكلتهم الحقيقية في خياراتهم مشكلتهم الحقيقية في كل تجاني وظلم الحقوق بالمقاومة ونهجها وإنها الحوار الذي يرعاه رئيس البرلمان نبيه بري سيستأنف جلسته الثامنة مساء الأربعاء وعلى جدول أعماله إضافة إلى رئاسة الجمهورية التصعيد المتبادل بين الطرفين حوار حزب الله وتيار المستقبل يترنح ولا يتوقف فالطرفان يدركان أهمية هذا الحوار في تخفيف الاحتقان الداخلي إلا أن للمتغيرات الخارجية انعكاساتها على الطلاق بينهما عباس صباق بيروت الميادين